اشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وعكس الصورة المتطورة للفريق الذي يسير بخطة ثابتة نحو مواصلة تحقيق الاهداف قال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان الفوز الثالث على التوالي الذي حققه الفريق في الدوري يؤكد المستويات المتصاعدة التي يقدمها الفريق وبحرسه على تقديم افضل المستويات من اجل حصد النقاط اضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة حرسون على مواصلة دعم الفريق لتهرق الاهداف وثقتنا كبيرة بقدرات اللاعبين في مواصلة الانتصارات ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح رفع قرطبا رصيده الى تسع نقاط في صدارة المجموعة الرابعة وسجل اهداف الفريق ولي لديسما غلان هدفين وانتونيو كاسكاس هدف ترجمة نانسي قنقر شكرا